قتل مستوطن إسرائيلي على يد مواطن فلسطيني جنوب نابلس شمال الضفة الغربية بحسب ما أفادت به الشرطة الإسرائيلية السلطات المحلية تؤكدت أن الفلسطيني وهو شاب في العشرينيات من عمرها طعن الضحية بالسكين ثم استولى على سلاحها ليطلق به النار على قوات حرس الحدود المتواجدة في مكان الحادث من جهة أخرى أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة